مهم من أهم عشر دربيات في العالم ده مش وفقاً لكلامنا يعني مش أنا اللي بقى قوله الحراتك وانا قاعد دلوقتي لا ده وفقاً لي إحصائيات دولية وفقاً لي صحيفة من أكبر الصحف في العالم The Sun البريطانية اللي اعتبرت أن دربي الأهلي والزمالك هو واحد من أقوى عشر دربيات على مستوى العالم وبالتالي بيتم وضعه ضمن أهم دربي في الشرق الأوسط وده اللي احنا كنا أشرناه ليه هنا أكتر من مرة لكن خلينا أرجع لك للأخبار داخل نادي الزمالك عشان أستقبل نجمينك كبير الكابتن طارق السعيد زي ما بقولك النهاردة أو في نادي الزمالك شعرة الجماهير بأهمية عبدالله السعيد لكن في نفس الوقت لا تزال الجماهير نادي الزمالك في حالة ألأ من طريقة إدارة جوزيج جوميز المدير الفني لنادي الزمالك للمباراة وبسبب ارتباكه حتى الآن بعدم معرفة إمكانيات اللاعبين وبقولك على أسرار داخل نادي الزمالك ولاعبين بيتكلموا وفي بعض التعليمات أثناء مباراة القمة من جميز لللاعبين بعد خروج عبدالله السعيد أعطاها جميز لللاعبين اللاعبة ما نفذتهاش ورفضت تنفذها علشان ما تضرش بالفريق يعني بمعنى ضق إن جميز طلب من بعض اللاعبين إنه يكون فيه تمريرات على الأرض في بناء الهجمات بعد التعادل اللي سجلوا النادي الأهلي ولكن لأن اللاعبة عارفة كويس قوي إن عبدالله السعيد خرج وده كان كلام اللاعبة أثناء المباراة إن عبدالله السعيد خرج فبالتالي مفيش حد يقدر ينقل أو يحرك الفرقة وعنده القدرات وعنده القدرة على استلام الكرة تحت ضغط وما بيخافش وفي نفس الوقت عنده رؤية داخل الملعب فمنافذتش تعليمات جزي جميز والكلام اللي بقوله لك ده أنا بقوله لك كلام متأكد منه وفي نفس الوقت لأول مرة هتسمعه وفي نفس الوقت ده اللي خلى إن اللاعبة تضغط في فترة من الفترات وبدأوا علشان كده انت شفت في آخر خمس دقايق كان فيه فردية في الأداء يعني السبب في إهدار فرستين سواء سيد نمار أو متيابة هو إن اللاعبة كانت بتاخد قراراتها دون الرجوع إلى المدير الفني ومش هقولك دون الرجوع للمدير الفني إن هو أثناء الهجمة هيكون فيه هيروح يسأله كلام لا أنا بقولك وقت توقف المباراة صدر التعليمات من جزي جميز إلى اللاعبين لكن رفضوا تنفذها خوفا على الفريق وخوفا على سيطرة أو امتلاك الأهل لسيطرة في وسط الملعب بعد كمان التغييرات أو بعد تصحيح كولر لأخطاءه اللي بدأها فيه التشكيل الأساسي النهاردة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اجتمع باللاعبين في حضور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأكد لهم إن المستعقات المالية الخاصة بهم سيتم صرفها بعد مبارتي أو تخطي مبارتي دريمز الغاني في الكونفدرالية المقرر لها